البرنامج المصري الصناعي والبرنامج المصري الزراعي والتعليني والثقافة المصرية وملحمة بناء السد العالي كانت تبص لها ان ده الامل اللي بيديها كان هذا هو العمل اللي بيديها الامل في انها تنهض ببلادها والاسف احنا بعد ما فرطنا في ارادتنا النتيجة ان هذه الدول احنا شفنا هي مشي توصلت لغاية فين واحنا ركزنا على الاستهلاك وركزنا على اعادة توزيع السروة بحيث انها بعد ما كانت مصر ومشاريع مصر في الخمسينات والستينات لمية في المية من الشعب المصري رجعت تاني لنصف في المية من الشعب المصري ورجعنا النهاردة 40% من شعب مصر تحت خط الفخ فاحنا النهاردة لازم نبني مصر مش هنبني مصر